اهلا بحضراتكم في الفصل الاخير من المجري وصلنا الاخر محطة مع نجم النجوم العالمي الكابتن محمد علي رشوان علاقتك ايه بالجمهور بص اقولك حاجة انا علاقت بالجمهور كانت بعيدة تماما لانه كنت بالعب اغلب مطولاتي كلها كانت برا مصر فما كنتش بحس بالجمهور ولا كنت بحس بحب الجمهور اللي هي حصل موقف غريب كده شوية عارفت يعني حب الجمهور اللي هي كانت شكل ايه طبعا انا اخر بطولة لابتاعة كانت دورة تلعب افريقية كانت في مصر هنا اللي هي كانت واحد وتسعين نعم لعبت الماتش الفاينال مع اللعب سنغالي وده اللعب انا بكسبه كسبت مثلا 10-15 مرة كل مرة برمية جيت في الماتش ده خسارتي منه في الفاينال ازاي مش عارف دحكته له يعني في الاول ولا كنت فيه صيخة بان انت داخل هتكسبه فاينال لا هو اللي حصل بالزبط ان انا كنت في اليابان اه فكنت بطمنا في اليابان وكانت مراتي في نفس الوقت بتولد علي اه فانا هي تأخرت في الولادة شوية انت مشغول بقى فدماغي كانت مشغولة بيه مركزتش فالمهم يعني انا فوقت على الخسارة اوكي فقلت انا مش هكمل جروه تاني خلاص انا بطلتك خدت خرارك ساعدة اه وقلت ان انا مش حارقة بالوزن المفتوح لانا بلعبتين مفتوح زي ما قلت عالتك اه طبعا فحصل حي غريبة جدا جدا يعني تاني يوم انا كابتن فرقة اه فلازم اروح اشوف الفرقة بتاعتي يعني طبعا اما خسارت اولا لقيت الناس كلها بتعايط حتى اللعيبة الزملاتي والعيبة الأدام كلها كان بعايط اللي انا خسارت وانا طبعا ايه متماسك يعني كنت قلت له ان انت هتعتزل او لو كنت واخد قرارة الوزن لا خلاص قلت بعد اللعبة يعني قلت له ان بعد اللعبة الماتش ده انا هتتازل اه تاني يوم انا كنا بنلعب في الناج الظهور اه فانما روحت هناك لقيت واحد ستة كبيرة وراجل كبير على باب الصالة اه بولي احنا سمعنا ان انت هتعتزل بتاع قلت له اه انا قالوا لأ والله العظيم ثلاثة لو اقولك الكابتن مصفق وكمية الدعاة الستي دي دا اتقولي يا سهر حب المهم الساتة دي هي اللي خلتني ارجع ان العب الوزن المفتوح اخر يوم انا كنت خلاص مش هلعب مش هكمل المتش ال 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 وزن المفتوح اه فهي بطريقتها وطريقة كلامها وطريقة الولاد اللي كان معاها ام ابل الزبت كده اه حسيت انها ام فقررت ان انا نلعب. فما رحت قلتول ما يا جماعة انا هروح اتمرن في ناديه لليده استعداد لليوم الاخراني. لقيت ناس جايين لي بقالهم مد اعتزلوا. جاييني عايزين اتمرنوا معايا. يا جماعة انتم بقال لكم لا احنا اتمرن معايا. مهم اتمرننا. اخر يوم راح انا لالعب. لقيت الصلاة مقفولة من قبل اللعب بساعتين. الناس كلها جاية تسندك. كل الناس جاية تسدين دي. شخصيات عامة جاية واقعة في المدرجات. الصلاة كلها على بكرة قليقة مقفولة خالص. اه ما شاء الله. فانا الكلام ده ما كنتش يعني هو برضك هارجع اقول ربنا سبحانه وتعالى. عايز انت خلاص هتبطل اه بقى تشوف حب الجمهور ليه تشكره ايه. بيديك علامة برضه. بيديك اه ان انت محبوب من الناس دي. انت اما بتبقى ماشي في الشارع مسلا واحد ييجي مع ابنه. ده كابتر عشرون اللي عمر كذا كذا كذا. سلم عليه. ممكن صورة كذا. اه الحاجات دي كلها تبقى موجودة. تبقى ماشي في النادي ييجي واحد ده كذا. ده كذا. فهمي. ده يعني. ده العلاقتك مع الجمهور. اه. الحب ده شيء مهم جدا في حياة اللعب. طبعا الموضوع اختلف النهاردة. الناس كده اكيد نستني. وفيه ناس كتيرة مش فاكراني. نعم ادي سنة الحياة. يعني بس لما بيجي اسمك. لكن عادي. لكن فيه ناس تبقى عارفة الاسم مش عارفة الشكل. بالضبط كده. اما تقولي الاسم اه انا عارف الاسم لكن مش عارفين الشكل كده. انت زدت كم كيلو من بعد ما بطلت. زدت حوالي عشرين كيلو. بس. عشرين كيلو. اه كده. فيهم تقريبا كم كيلو سوشي. لا مش قوي يعني. انا بس. للنمر السفير انا ما باكلش سوشي قد في اليابان. وفي مصر انا عشان تاكل سوشي. لازم له تحضير. اه. انت بتعمله المدام عندك بتعمله لك. اه. بقى بعت اجيب سمك طازة من. من سمكين معينين لازم السمك المعفرش. انا ترين السمكين مين هم عشان نجيب منهم السمك. والله انا عايز اقولك يا انا عادي. يعني. طيب. احنا معانا رسائل من الجماهير بعتها لك. طب قبل ما ابدع الرسائل. هل انت بتحس بفرق لما يكون فيه جمهور وما فيش جمهور. اه. في اللعب يعني. اه. انا ما حسيتش بالجمهور اللي انا اغرب بوقت اللي اللعب كان بره. اول بس المرة الوحيدة اللي حسيت بالجمهور. وانا اخر الماتشات اللي عبتها. وهدلوقتي اللي فيه جماهير بتحضر بماتشات كتير. اه طبعا كتير. تفرق كتير. اه بتفرق كتير. وبعدين دلوقتي غير زمان. زمان ما كانش هو الاولياء الامو مهتمين. مهتمية اه. دلوقتي بقى اولياء الامور تبصت لها الاب والام والجد والجد والجد. ولهم عوزين في المراحل الناشئين. اه. او البرامة الصغيرين. هم اللي بوصلوهم للملعب. بالزبط كده. اه. وتلاقي بقى اخناقات. ابني ما بلحبش ليه. بقى بالزبط كده. ابني ده احسن بمحمد رشوان. اه ايه بالزبط كده. لو بقى تلاقي مسلا. اه ده لأ ده كزا ده كزا ده كزا ده كزا. بص هو ده بس ديه شيء شيء. ايجابي كويش. اه بالزبط. انت الاب والام مهتمين. اهم اللي بشجعوك. زمان ما تنزك ونلعب كرة في الشارع. ولا الهواء. بص لدراستك. بقى قابلني لو فلحت. الجملة دي هي ديه اللي كانت موجودة معانا. لكن لكن من صراحة انا بالنسبالي امي كانت مهتمية بيا جدا. لان انت عارف بدلة جولو مش شرطة وفنلة. ده بدلة جولو بتتغسل وعايزة. بتحس بالجهد اللي فيها ديه. اه بالزبط كده. اه. هي البدلة تقيلة ولا خفيفة. لا تقيلة طبعا. لانو خفيفة كانت تقطع. كم كيلو تقريبا البدلة. البدلة ممكن ما بين ثلاثة ثلاثة ونصف. مثلا قطنة بس قطنة. بس قطنة معين مش اي قطنة. يا حبيبي يا ابن انت تبسل بس ثلاثة كيلو وبتلعب بيهم. اه ادي الشاكت. لا بس عادي يا. اه. مع تعود. تعود. طيب احنا معانا رسائل من بعض الجماهير. بعت رسائل لكابت محمد رشوان. هنشوف الجمهور هيقولك ايه وانت. اشتركوا في القناة.